اشتركوا في القناة ومؤكدا أن الخطوة جاءت تماشيا مع النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز ومعبرا عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تدشين وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الانتاجية لمؤسسات الجيش وهي وحدة تحييد الضخيرة بالجلفة نتابع التصريح هداية أود أن أعبر عن سعادة الكبيرة بالتواجد اليوم في رحاب المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة والإشراف بهذه المناسبة على تدشين وحدة جديدة تضاف إلى سلسلة المؤسسات الانتاجية للجيش الوطني الشعبي هي وحدة تحييد الضخيرة والتي ستشكل بلا شك لبينة أخرى من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والوعد في هذا السياق وتماشياً مع النظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصاد بامتياز فقد سعينا إلى تجسيد هذا التوجه الاستراتيجي عبر خلق التكامل المطلوب بين مختلف الوحدات الانتاجية للجيش الوطني الشعبي من خلال استحداث فروع انتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي في ضمان التموين الذاتي لمؤسساتنا الأخرى بالموارد الأولية خصوصاً الناتجة عن الرسكلة والاسترجاع وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية للمؤسسة العسكرية وترشيد وعقلنة النفقات في خبر آخر يمثل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي غداً الأحد رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب لدولة كولومبيا وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسب ما ورد في بيان للمجلس الشعبي الوطني في أول تعليق لها على قضية تايوان أكدت الخارجية الجزائرية على أن الجزائر تحترم الوحدة الترابية للصين وأن الحكومة الصينية الممثلة الشرعية الوحيد للصين ككل البيان الذي ورد على لسان حسان ربحي سفر الجزائر في الصين في رد له على سؤال من الصحافة الصينية حول تطورات قضية تايوان قال إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971 يضيف البيان أدنت الجزائر وبشدة عدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أفاد به بيان لوزارة شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وأعربت الجزائر يضيف بيان وزارة الخارجية عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجليل جميع الموثيق والقرارات الدولية ذات الصلة مجددة تضامنها أو تضامنها قول الكامل مع الشعب الفلسطيني العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أصفر في حصيلة أولية لوزارة الصحة على استشهاد ثلاثة عشر فلسطينيا من بينهم أطفال وجرح العشرات جراء غرات عدوانية منذ أمس الجمعة غزة تحت القصف وتفاصيل أوفى في سياق التقرير حسين ديدي عدوان صهيوني على قطاع غزة بذرائع جديدة غارة قوات الاحتلال اغتالت أحدى قيادي حركة الجهاد الإسلامي والمنطقة الشمالية لسرايا القدسة تيسير محمود الجعبري واستهدفت قادة الميدانيين آخرين ومواقع تدريب جيش الاحتلال وجه سواريخه نحو مواقع سكنية شمال وجنوب القطاع ومواقع أخرى تابعة للمقاومة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم الطفلة آلاء الباليغة من العمر خمس سنوات وسط صمت دولي هجومات الاحتلال قبله وعد من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بأن العدوان لن يمر مرور الكرام والرد قادم فيما باشرت سرايا القدس بقصف مستطنات محاذية للقطاع ومدن أخرى بأكثر من مئة ساروخ نشرت الرعبة وسط صفوف المحتل التي سارعت قواته إلى نشر منظومة القبة الحديدية استنكار وإدانة عربية من بينها الجزائر لعدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة ومطالب بتحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة توفير الحماية الدولة اللازمة له ووقف هذه الاعتداءات الإجرامية محليا وباقتراب موعد الدخول المدرسي تعرف أسعار اللوازم المدرسية ارتفاعا جنونيا كاميرا جلدزات قامت بخرجة استطلاعية بأحد المكتبات بالعاصمة أين أرجع فيه صاحب المكتب غلأ الأدوات هذه السنة لتأخر الطلبات المستوردة التقرير لهاجر بولعرأس خمسة ألاف دينار جزائري إلى ستة ألاف دينار جزائري هذا ليس السعر محفظة بأدوات مدرسية بل هو السعر محفظة مدرسية بدون لوازم مدرسية على غرار أسعار الكاراريس التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا جنونيا بنسبة عشرين إلى ثلاثين بالمئة مقارنة بالسنة الماضية تقدر تكون أكثر كان محفظة دينار مليون طبعا تجيب القدرة على الإنسان كيف سيقدر تقريبا كل شيء فيما يخص الدخول المدرسي تابع الأرتيكس كونار كل حاجات زاد مكانس حاجاتي ما زادت وجدت بزيادة جنونية بكل مواطن ما يقدس ما يقدس خاصة البساطة ما يقدس يسيسلوا الولادهم يتأثروا بجهب جهب هنا بمكتبة داود بالقبة مختلف المستلزمات المدرسية شهدت زيادات في الأسعار إلا أن إقبال الزبائن منعدم بسبب تمديد موعد الدخول المدرسي هذه السنة من جهته صاحب المكتبة يرجع سبب هذا الارتفاع الغير مسبوق الذي عرفته المنتجات المدرسية لمشاكل الاستراد والندرة ما يؤثر مباشرة على السوق المحلية الوطنية أسعار جنونية أثقلت كاهل العائلات الجزائرية خاصة من ذوي الدخل الضعيف ذلك ما يستلزم عليهم اقتناء لوازم مدرسية ذات الإنتاج الوطني لتخفيف المصاريف وتوفير اللوازم المدرسية الأساسية لأبنائهم لا غير ذلك في ذات السياق قامت كاميرا جلد الزاد بتجربة احتساب قيمة محفظة مدرسية بأدوات مدرسية ذات أسعار رمزية بدون كتب أين قام صاحب مكتب الداود بالقبة باحتساب قيمة محفظة مدرسية لتلميذ سنة أولى ابتدائي أين تعد سعر المحفظة الستة ألاف دينار جزائري هاجر بولعراس ثانية هذه المتماعة من العينة للسنة الابتدائية أين من متماعة الأدوات المدرسية أين تعدى 25 نارف وأين تعدى 35 نارف وكاراة وكاراة نزل أشبه وكاراة صغيرة وكاراة صغيرة وكاراة 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 نسبة في الختام استقبلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي أطفالا من الجنوب الكبير للمشاركة في تظاهرات برنامج ثقافي صيفي طرفهي سطرته الوزارة وتم وضع البرنامج لفائدة فئة الأطفال المتفوقون في دراستهم من الجهات الأربعة للوطن خلال هذه الصائفة وستنطلق فعاليات هذا البرنامج يوم غد الأحد في قصر الثقافة مفدي زكريا على أن يشمل بعد ذلك العديد من المؤسسات تحت الوصاية نهاية النشرة نشكركم مشاهدين على حسن الإصاء والمتابع يمكنكم متابعتنا على مواقعنا الظاهر أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة